موسيقى دخلت الاحتجاجات الحاشدة في ماليزيا يومها الثاني واتصعدت مطالب المحتجين باستقالة رئيس الوزراء نجيب عبد الرازق بسبب فضيحة مالية يبلغ حجمها ملايين الدولارات وقد رفع معنوياتهم دعم غير متوقع من رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد وتسبب التقارير تسود ماليزيا منذ يوليو عن تحويل غامض لأكثر من 600 مليون دولار إلى حساب باسم نجيب في إثارة أسوأ أزمة سياسية في البلاد منذ 2012 وتشير التقارير إلى أن المحاققين الذين يتولون التحقيق في سوء إدارة وفساد في صندوق تنمية ماليزيا المثقل بالزيون اكتشفوا تحويل ما يربع عن 600 مليون دولار لحساب نجيب وقالت وكالة لمكافحة الفساد أن هذا المبلغ كان تبرعا من منح في الشرق الأوسط لم يتم الكشف عن هويته لكن نجيب نفع حصوله على أي أموال لمكاسب شخصية وأقل نجيب نائبه ووزراء آخرين شككوا فيه مع سعيه لاحتواء الفضيحة وتم أيضا تغيير النائب العام الذي كان يجري تحقيقات بشأن الصندوق وأوقفت السلطات أيضا صحيفتين وحجبت موقعا كان ينشر تقارير عن الصندوق بشكل مكثف وأصمد نجيب حتى الآن في وجه العصفة ويقول محللون إنه من غير المحتمل أن يؤدي تجمع الذي يستمر يومين لدعم شعبي أوسع لتقديم استقالته بسبب افتقاره لزعيم قوي إلا أن عدد المحتجين زاد إلى عشرات الألاف يوم السبت وأتسبب حضور رئيس الوزراء السابق مهتير محمد بشكل مفاجئ في منح المتظاهرين دفع معنوية كبيرة ورفضت سلطات المدينة طلبا قدمته منظمة برسيل مطالبة بديمقراطية للحصول على تصريح بتنظيم احتجاجه مما أثار مخاوف من تكرار ما حدث خلال تجمع في عام 2012 عندما استخدمت الشرطة مدافع المياه والغاز المساهل للدموع لتفريق المحتجين جيهان لطفي رايترز ترجمة نانسي قنقر